السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا وكلكم بخير شكرا جدا على تفاعلكم على الحلقة اللي فاتت وكمنتاتكم الحلوة وفي ناس كلمونا على الخاص كلام حلو قوي سواء انا او استاذة ألفت فربنا يبقى يتلوكم يا رب ويبينفع بيكم النهاردة بقى هنتكلم عن سيدة فاطمة الزهراء الواحد مفصوط ان هو هيتكلم عنها وان هو عرف معلومات كتير حلوة عنها وكده فازاي حضرتك؟ الحمد لله حمد حمد حضرتك ايه ماذا نعمل معاك ايه؟ جميل والله والله ايام جميلة وبتمر بسرعة قوي قوي اه ده حقيقة الحمد لله جاهز عشان نبدأ بقى فاطمة الزهراء؟ طبعا ان شاء الله ان شاء الله احنا الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن امها الحلقات اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا عن امها سيدة خديجة واكيد هي اخدت من سيدة خديجة حاجات وده اللي احنا هنعرفه في الحلقة دي هنتكلم النهاردة بقى يعني عن مولد مولد الستانة فاطمة كان يوم مميز ويوم جميل ويوم رسوله السلام يعني وقف وقفة مهمة جدا هو يا نور الرسول عليه الصلاة والسلام استنبتاني دايما بان هو انسان هادئ حكيم عنده رأي سديد فهو كان معروف حتى بالصدق الامين وكمان معروف بهدوء اخلاقه وحكمته فهم كانوا مجموعة من القبائل وكان الحجر اللي بنسامين النهاردة الحجر الاسعد كانوا عايزين حطوه في المكان اللي احنا عارفينه كلنا طبعا مين القبيلة اللي تاخد هذا الشرف فالقبائل كانت بتتنازع لدرجة انهم بدأوا يعملوا السيوف بتاعتهم عشان يبدأوا يتحاربوا انا الله يعني امر ديني في الردى ربنا حيعملوا فيه التصرف يعني ما يرضيش ربنا فيهم حد قال طب خلاص خلاص بلاش تعملوا كده وبرضو اللي انا بقوله انه بس ما ذكرهوش الاسم انه اللي قال كده اصلا انسان كويس انسان حكيم فلحق الديني وقالهم طب خلاص ايه رأيكم نستنى اول حد يدخل علينا وناخد رأيه يمكن يدينا رأي مش جاي على دماغنا دلوقتي فاول ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فكان هو اول حد عزة والسلام نسو الله معبوب من الجميع من الجميع فكلهم فرحة اوي انه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي داخل عليهم فحاكمهم فطبعا سبحان الله يعني هو دهم رأي خلهم كلهم يبقوا متردين وكلهم يكونوا متسويين ولم يميز احد عن الاخر رسول عليه الصلاة والسلام خلع رداؤه الشخصي وحط عليه هو بيده الشريفة الحجر حط الحجر عليه وقال لهم انتم مسكوا كل واحد من طرف كل قبيلة تمسك اه من طرف فبقى كده اول مسؤول يعني شخص واحد يعبر عن القبيلة كل واحد من كل قبيلة يمسكوا من طرف بغاية لما وصلوا عند المكان اللي هيحطوه فيه رأي هو برضو بيده الشريفة وحطوه في المكان بتاعه اذا هو اللي حصل انا في رأيي يعني هو ربنا شرفه بانه يحط الحجر ده لانه هو اللي لمسه هو الوحيد اللي لمسه وهم كلهم حسوا بالسعادة وحسوا بالمساواة وحسوا ان هم الكل اطراضة فكانت حكمة يعني كما ما هو معروفة عن الرسول عليه السلام فكانت هي بقى يعني من حظها الجميل انها تقولها تبتح مثل هذا اللي هو سبب تسميتها فاطمة الزهراء هي اسمها فاطمة كناية على جدة الرسول عليه السلام واسمها الزهراء يطنت عشان؟ علشان هي كانت بسم الله ما شاء الله عليها بيضة ومنورة ووشها منور فكانت زهراء لانها كانت منورة عارفة الوش المضيء كده اه يعني هو ده كان السبب وكانت كبان طفقة وطفلة مليانة حيوية وجمل مش طفلة سكتة لا طفلة جميل كده اه مليانة حيوية وجمال يعني وكانت شديدة الشبه بالرسول السلوك هدن شكلا واخلاقا طرهم شبها بالرسول عليه الصلاة والسلام عاستوى السلام النقطة التانية ازاي كان بيعملها استمعت قبل كده انه كانت هي لما كانت تدخل عليه كان بيقوم ويبوس راسها وعملها بمنتهى الحنية والطيبة وده من الحاجات بتخلي البنت تبقى مفتاحة ببيت أبوها وتبقى حاسة بأمان وطمقنينة حاليا الحاجات دي بدأت تقل شوية عندنا بدأت دلوقتي الأب بدأ يعني يخوف أكتر من هو رمز الحب والحنان وانه هو يكون صديق أنا ليه رأي في هذا الموضوع هو الرأي جاي من الناحية تربوية بمعنى انه الأب لما يشبع بنته بالحنان بالاهتمام وبالخصوصية وانه يقعد يسمعها وما يسخرش من كلامها مهما كان بسيط او كانت أفكارها تكاد تكون سازجة مثلا ما يصغيرها لكن يقعد يسمعها يعني خصص لها وقت ان شاء الله مرة في الأسبوع ومرة في الشهر لكن البنت تبقى عارفة ان لها وقت مع باباها تعرف تقول له ما خوفها تقدر تقول أحلامها تقول أيها اللي هي عايزها وتلاقي باباها بيرد عليها باهتمام هم الشاركة واستعاد يعني يشاركها في حاجة بتحبها لو بتحب حاجة معينة ممارسة معينة زي مثلا بتحب ترسم بتحب تعمل أي حاجة بتحب تقرأ يحاول ان هو يشاركها أو يوفر لها اللي هي عايزها قدر إمكانه طبعا وكونه هو يهتم بيها ويديها مشاعر خاصة بيها لو كده بيشبعها طب وهذا الإشبع هل هو فايدة للبنت آه جدا البنت المشبعة من حب العيلة كلها بشكل عام والأب بشكل خاص دي بتبقى بنت غنية ومستغنية غنية لأنها مشبعة ومستغنية نتجرى ورا واحد عشان قال لك المتابين حلوين هي متدفية أو خلاص هي مش محتاجة حد أنا بابا هو البطل بتاعي هو البطل هو الملجأ هو أنا عندي حماية حتى لو كان الأب ده بعض الحالات الأب بيتوفى وليسا ما انتبطتش هي عارفت يعني إيه انت لا هي هو بابا مات وسب لها رصيد من النام فهي مشبعة فهم قصدي مشبعة لما تيجي ترتبط بواحد تاني مش كلمتين حلوين يعني خلوها توافق عليه رغم أي حاجة فيه تانية ما تبصش بقى كلمتين سحروها كلمتين سحروها والتاني بقول هي غنية مستغنية يعني هي مش مستغنية عن الراجل مستغنية عن الكلمتين الكلام اللي حلو بس يعايزة تصرفها فبتبقى عقل أكتر بتبقى متزنة شعوريا مشاعرها متزنة مشبعة هتختار هتحب برضو كل حاجة ولكن مش هتبقى متلاهفة على كلمتين حلوين كمان أنا أعرف بنات كتير جدا بيعانوا من إن أبوهم ما كانش كويس معاهم وإن هو كان بيدربهم وكده سبحان الله بيبضلوا يعانوا حتى لو معاهم وحتى كمان اختيرتهم في الزواج ما بتبقاش أحسن حاجة لأن الأب هو القدوة أو هو أو البطل هي بتشوفه في حياتها فلو ما كانش أحسن حاجة بتفقد سقطها في الجنس كله وبتبقى تعبانة نفسيا سبب النقطة دي حالات البنات الرفضل زواج وبتقول وأنا شفت أمي عاشت في إيه عشان أجيب لي نفس المشكلة صح وأقولك على حاجة يعني أكتر من واحدة اتعقدت من الجواز أصلا بسبب أبوها الحاجة التانية يعنص فيه شكل تاني إن بقت تقبل الإهانة لأنها شافتها حاجة عادية يعني فيه نوع تاني بقى عملت إيه بقى ما كراهيتش إيهانة بقى شيء طبيعي ما بابا كان بيهين ماما وكان بيضربها وكان بيقلب الأكل عليها لو مثلا ملح ونائس أو ملح وزيد أو أي دي قلب الأكل سعادي يعني ما ماما كان بيحصل لها كده أقصد أقول هذا النموذج من الأب اللي هو الخشن ما بيطلعش بنت سويا يا أمة أمة كمان حاجة تالتة إن يخلها هي نفسها كده ويجبت ومارس زيها عن جزها تقولك قبل ما أعمل فيه أنا أعمل فيه قبل ما أعمل لا أنا لا أعتدي فما قصد فالأب الخشن على بناته وعلى أولاده بشكل عام بس البنت لأنها حساسة أكتر فالتأذير يبقى لها معاملة معينة محافظة غالبا بيطلع النموذج مش سوي الأب لازم يكون رقيق جدا حتى هو بيعقبها يعقبها هو بيقول لها يعني أنا أنت تطراتين يخليني عقبك لأن ده غلط من فشل أبدا أسمح بيه بعدين أنا بيعقبك ليه لأنه يضرك أنا مش بيعقبك لا عشان أمنعك تماما أنك تعمل كده لأن هذا الأمر يضرك فهو بيديه لها الحب كله رغم أنه مفروض أنه بيمنعها من شيء أو رافض شيء بس بيديه لها بيمنعها وبيديها بالحب بيقولوا دايما أننا نحن لازم نكون بوافين بقى أولادنا ببقى أننا نحن نتكلم عن الأب فإحنا شفنا بيعامل بنته إزاي طيب هي بقى كانت بتعاملوا إزاي معاملة الأم الإبناء أيوة صحة يعني بيسموها كانوا بيتقال عليها أم أبيها أم أبيها من حنيتها عليه بعض مني لأن هي كانت حنيينة قوي وهي اللي طولت يعني هي طفت بعده لا مش قصدي كمان هي طولت معاها من غير زواج يعني إخواتها التانية كانت بيتزوجوا هي أكتر واحدة قعدت معاها من غير زواج ويمكن أنها نشغلت بأبوها قوي ونشغلت برعايته وبدعمه وأنها تكون جامه دايما فهي نشغلت عن الزواج وما كانش يعني عارفة اللي مش مركزة حكاة الجواز دي أنا مع بابا وطبع في حال سنتي عارفها كان بيصال لي قدام الكعبة وحد يريم عليه زي مثلا قذرات وحاجات من ديت أول ما شفيته جاي عليها ولسه في حاجات صارف من الزبالة ديت عليه بدأت تبكي يعني فقعد يعني قعد يطمنها ويقول لها إن الله ناصب أباك آه ما تقلقيش آه كان بشوف يشوف إزاي بيراضيها بيطمنها بأنه هو مأزي بس عارف إزاي يديها إحساس بعمال يحتويها تقلقيش تقلقيش شوف يشوف الأب فأصعب نواقفه اللي ممكن هو يبكي على نفسه بس قال له ما تقلقيش ربنا هينصرني ما تقلقيش فعرفت كلام ده بيبقى جميل جدا لأن الأب لازم يكون داعم لازم البنوتة تشوفه حتى البنوتة وزوجته كمان لازم تشوفه قوة قوة لإحمايتها الكنسة كده وكان فيه موقف تاني حصل في الهجرة هي هاجرت إلى المدينة صلى الله عليه وسلم هاجر زي ما احنا عارفين مع سيدنا أبو بكر بعد شواء لما هو استقر هناك بعد زيد بن حارسة علشان يجيب أمه كل سمه فاطمة وفعلا جابه طريق الهجرة مش سهلة أبدا دا كانت كله مخاوف وكده لكن كمان الكفار كفار قريش بعتوا واحد اسمه الحويرس القراشي القريش يعني وراح ماشي وراهم وراح نخس بنقاطهما يعني أنهما وقعهم وقع نقاط فراحوا مرميين في الأرض التنة فاطمة كانت وليالة في الجسم وكانت نحيفة فتعبت وعية قوي فطبعا يعني لحقهم زيد بن حارسة ووصلهم لغاية المدينة لكن الرسول عليه وسلم لم ينسى الهويرس القراشية دا هذا الموقف أبدا وفعلا شيلوا ليه إنه أزى بناتهم وبقى كل الناس بتدي عليه طبعا كل الناس كنت بتدي عليه لأنهم يزعلوا على بنات الرسول عليه وفضو دي حاجة أنا عايزة أقف عندها إن هي دعمة الرسول عليه وسلم في الدعوة أي حد لما بيطلع فكرة جديدة الناس كلها بتهاجمها بتلاقي شوية من الناس شوية من أهله يبدأوا يمنونما يبعدوا أو يلمو يعني أنا زي أبوي أحد يرمي عليك نفسك إيه وإنت عم تعمل إيه دعمها لي من معاملته ليها يعني من أحسن الحاجات اللي أنا بحبها أنه هو وقف معها في جوازها فكان أول حد كان أتقدم لها كان أول بكر الصديق ورسوه عليه وسلم اعتذر له وبعد كده عمر بن خطاب وبعد كده رسوه عليه وسلم اعتذر له وبعد كده علي بن أبي طالب قصة علي بن أبي طالب هو اللي حصل أنه لما سمع أن سيدنا أبوي بكر بكل اللي عظمته وصديق حميم للرسول عليه وسلم حد قريب ليه جداً ومع ذلك رفضوا واعتذر له وبعده ييجي سيدنا عمر بن الخطاب انت عارف عمر بن الخطاب وما أدراك أدراك عمر ومع ذلك الرسول عليه وسلم أعتذر له تستفتاء لبنات كده وثم لو عايزان تقويضي واحد من الأربعة الخلفاء الرشيدين كانت معظم الأصوات على عمر بن الخطاب ماشاء الله ها والله أنا أجل أقولك وأسمعت مبررات جميلة جداً 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 مهما قلت لهم طب وليه أبو بكر يعني ده أبو بكر راجل أسيف وراجل حنون قالوا إنه ده بابانا أبو بكر كده بابانا إنه عمر بن الخطاب وده عايزة أسقط عليها فيما بعد يعني إنهما اختبوا مين القوي العادل كما إزاي يعني السبت اللي بتختار راجل عايزاه قوي وعادل ويجي ويخليه على الصح أنا لو بدلهم كنت خطبت واسمان بن عفان بحب حياء واسمان بن عفان هو ده ده حياء بس خلي بالك يا سبت بتحب ناقدها يعني الحياء صفة من صفات النساء لكن عمر بن الخطاب كان جريء في رفضه قوي قوي الشاكيمة فهتحس إنه لو وقت في زم هو حيجب لها آه أكيد يعني عارفك معندهش احتمال يعني سيدنا عمر بن عمر فلما السيدنا علي بن البي طالب شاف إن الرسول اعتذر لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر بن الخطاب قال له فبالك بيها بقى بس أنا نفسي تجوز تبعا عمل إيه وأحب إنه هو يقول له واحد بس بصوت عالي بحيث إن الرسول عليه السلام يسمعه مكانش بكلمة رسول كان قاعد مع واحد على جنب كده وعلى صوته وبيقول له أود إن أتقدم للسيدة فاطمة بنت الرسول عليه السلام بس تبصر هنا بقى الرسول عليه السلام اللي رفض أبي بكر ورفض عمر بن الخطاب استدار ورح أقول له عندك ما تقدمه لها أعتذرش سأله آم التالي كمان قال له لا والله سيدنا عالي بن أبي طالب كان فقير قال له طب أنت كنت خد درع كغنيمة يعني معاك قال له آه قال له خلاص بيعوا تباعوا اللي اشتراه منه سيدنا عثمان بن عفان تفعله ربعمية وخمسين ربعمية وسبعين درع فضة فضة طمعا خلاص فهدى شوية منهم لي سيدنا بلال عشان يشتري بيهم طيب وعطر ودى منهم شوية لأم سلمة عشان تشتري بها شوية جهاز للعروسة يعني إذا كانت ملابس أو حاجات اللي هي هتدخل بيها وكانت ساعتها عندها 18 سنة و18 سنة لو ناخد بالنا كان ساعتها كبيرة يا بي جدا صح قارت احنا نرجع كان لإيه ليه الجواز كان متجوز ستنا عائشة صغيرة لإن ساعتها كان ده الأعمار الحاجة المتعرفة عليها وده زي ما انت شايفها نور وخلينا نقول نعلق على هذا الوقت إن الجواز دلوقتي سن الجواز اتأخر للولد وللبن بقى 25 دلوقتي وما فوق 25 والله عظيم وأعلى ده فوق 30 يجيب ايه ويجيب منين وفين الشغل اللي يجيب بيه كل المطلوب ده الشق المفروش بقى كام يعني مش هايزين نتقول أو بس هو طبعا كل ما تقضى من عمره كل ما السن الزوج ده ارتفع عادة تنتهي اللي هم شادروا على واحدة يعني سبحان الله نقطة هنا عايزة اتكلم فيها نقطة المهر يعني ومتطلبات الزواج طبعا احنا مش هنقرن ايه بايه احنا مش هنقرن ده اكيد ما فيش حد هيبقى عايزة ادخل بحصيرة يعني البساطة ايوة بس هي الفكرة عدم الغلوة في الحاجات دي ما بتحلش مشاكل والله يا جماعة لما يبقى في انفصال الحاجات دي بتترامع يعني ما نبقاش ما يبقاش فيه غلوة في الحاجات اللي احنا بنجيبها للجواز نجيب يعني الحاجات اللي احنا هنبقى بيحتاجينها وبعد كده لما نبقى بيحتاجين الحاجات تانية نجيب نتكلم يا نور عن الحاجات والاحتياجات انا بتكلم على الافراح فستين اللي اقل في سنة 40 الف جنيه هنعديها هنعدي يوم يوم الفرحة بس يوم يا نور لا يا نور نرحم شوية لان زي ما انت بتقولونك العيل ما نكملوش كم شهر ولا السنة بيكتروا بيساعات بيتفصل عايزين نهدى شوية اشتروا اخلاق الولد واخلاق البنت يعني بلاش طبعا كلنا نحب نفرح وكلنا نحب نعمل حاجة شيك ماشي بس يعني خليكو على قدر القدرات بعد ما تشتريش اللي معايا هاملك الكلام ده وتسيب اللي معهوش بس يشاري بنتك باخلاقه واخلاقه ومتدين ويعرف اعتقل لا فيها كمان اصلا لما رسول الله سلم اختار عليه لها لانه هو كان من ربيه فهو اختاره بناءا على تربيته هو اخلاقه هو عايفه هو بين عليه بن ابي طالب يعني انا لما بسأل نفسي طب الرسول عليه السلام اهرفت اغو بكر اهرفت عمر بن الخطاب ويقبل عليه مع علمه فقير يعني هما الاتنين ممكن احوالهم المادية كانت اكيد ان شاء الله احسن يعني انا معرفش طبعا ابي لكن ما اعتقدش انه كان محلة سيدنا عليه بس هو ما جوازاش اللي معهوش جواز اللي زي ما انت قلت للي انا مربيه وعارف اخلاقه وعارف هيعمل بنت ازاي عايز اقول هي دخلت بيتها بايه بكمير وسادة حشوهليف وكاين اللي هما زي الحاجات اللي بيناموا عليها وجرتين وسيقائين عارفة السيقائين اللي هي زي الحاجات اللي بيحطفها مية مية اه والشيء من العطر والطيب يعني عايز اقول حاجة ان كانت شوف البساطة دي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعني يعني بنت بس بساطة فكانت الحياة كانت جميلة وهادئة وكانت هي كمان صابرة كانت بتبخوا بتكنسوا وتكسر النواة لفرس جزها وتعمل الرحاية علشان الاكل بتاعهم كان ايما بالطريقة دي فكان لان جزها كان فقير وما كانش معا حد يساعدها في شغل البيت فروحت الرسول بدأت تطلب منه خادمة ووريت له ايديها نعمت شقاقة بسبب الرحاية كانت خشنة عليها قوي فكانت ايديها بتتشقق شقنها جاي كل نساء في هذا الوقت يعني فطبعا دي بنت الرسول فقالت له يعني ياريت بابا ان انت تديني حد واحدة من السباية اللي بيجوا من الغزوات وبتمتصروا فيهم يعني كما غنائم رفض رفض ليه قال لها ان دول يعتبروا مال المسلمين ده مش بتاعي ده لما ابيعها اقدران تطبيع على فقراء المسلمين كان ساعتها الجواري لسه ما اتحرمتش يعني انا ما اقدرش ادهالك يعني مش من حقه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني التطبيق هنا حيب اصعب اوه على اي حد تاني يعني كل واحد بيحاول يدلع بناته وولاده حتى الاوجه على مصالح الناس وده حرام عايزة رب ان نقول حرام فهي بعد ما مشت هي وزوجها بعد ما طلوا منه الطلب هو رفض قال لهم ما اقدرش اعمل لك وكده الرسول برضو دي منته وعندما قلنا انه بيحفها وراح رايح لهم البيت دخل عليهم طبع البيوت هناك ايه ما لكان مفاتيح ولا كان مفال يعني زوق الباب يفتح ان شاء الله قال لهم ما يمكنها وكان عليهم زي ما تقول الغطاء اذا غطى راسهم يكشف رجليهم واذا غطى رجليهم يكشف راسهم هم كانوا فقراء يعني المهم لما شافوه امقاموا كده ورحبوا به فقال لهم يعني انت كنتوا طلبتوا مني حاجة انا ما اقدرش اعملها لك لكن اقدر ادن لكم حاجة احلى من كده تقدروا تسبحوا عشرة بقى دبر كل صلاة تسبحوا عشرة وتكبروا عشرة وتحميدوا عشرة دبر كل صلاة لكن قبل النوم تسبحوا 33 وتكبروا 33 وتحميدوا 34 بكده ان شاء الله ربنا هيتسهل عليك شغل البيت ويسروا عليك وتلاقيه ان شاء الله انقضى بسهولة اكتر النصايح اللي رسول الله عليه وسلم قالها لسيدة فاطمة وهي وعليه بدأمي طالب فده حاجة لازم نعملها كلنا بحيث ان احنا نهون علينا عباء المنزل النقطة التانية والمهمة جدا وهنتكلم فيها كتير ابن علي ابن ابي طالب كان حابب ان هو يتجوز على فاطمة فاطمة ابن رسول الله عليه وسلم كان موقف الرسول كان عامل زي طنطب في الوقت ده هي لما رحت له شاكية باكية فقال لها ماذا بك قالت له زوجي علي ابن ابي طالب بيقول ان هو هتزوج من بنت بني هشام ابن المغيرة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بضيق شديد ونزل على المزل وبلغ المنبر المنبر ده ما يطلعش عليها اللي ما يكون حقول كلام مهم وقال أولاد بني هشام ابن المغيرة يستأذنوني ان يجوح ابنتهم لعلي ابن ابي طالب زوج ابنتي وأنا لا أأذن ثم لا أأذن ثم لا أأذن فإن ما يغضبها يغضبني فاطمة بضع مني ما يقولينها يؤلمني أنا لا أأذن لا أأذن ولكن لا أحل الحلال لا أحل الحرام ولا أحل حرام ولا أحل حرام فهو مش رافض المبدأ لكن كمان كانت البنت بني هشام دي كانت غير مسلمة لا وكانت حديدا دي كانت بنت أبو جهد فرسول الله سلم قال بنت رسول الله مش هتتجوز بنت عدوي بنت عدو الله بنت عدو الله بنت مجتمعه في بيت واحد فده كان نوع من يعني ده كان برضو من الرفض لأنه هو يتجوز على ستينة فاطمة بعد كده هو تبدأ عليه ابن أبي طالب لما سمع الكلام من رسول الله سلم راح لها وبدأ إنه هو يتأسف لها وبدأ يحكي لها عن العمل الرسول عنها انبسطت إنه هو رسول الله سلم وقف في ظهرها وكده كان فيه إسقاطك وتعزي قولي تفضلي حبيبتك اللي أنا عايز أقوله إنه بقول لكل زوج عشان تعمل تعدد لازم يكون عندك أسباب مش لأ مش معنى كده إنه حرام ولكن لإنه مؤذي جدا للزوجة الأولى يعني بس دي معلمات وأعرف إن الزوجة اللي كانت بتبقى يعني لما الزوجة بتبقى واحدة بس بتشارك جزها في كل حاجة احتاج بتتجيله دهابها احتاج بتنزل تشتغل معاه عية بتصرف عليه بتشتغل لو كانتش بتشتغل خالص تنزل تشتغل وتجيب له لإنه حاس إن حياتهم واحدة وأولادهم واحدة أول ما بيتجوز هو بيقطع هذه العلاقة وبتبدأ هي تبدأ تحس آه معالش بتاعي لوحدة يبقى لازم أنا إيه أعمل لنفسي حياة أعمل لنفسي أمان تاني خلاص فهنا عايزة أقول بس دي نصيح لكل رجل الرجل ده آه آه آخونا وأبونا وابننا ويعني الرجل ده مش أي حد ده بيبقى هالناس قرارين مننا بس بنا ننصحهم إن السيد طول ما انت لها هي هتبقى ليك أول ما هتشركها مش بنقول حرام هو مش حرام ولكن أول ما هيبقى لها شريكة مش هتبقى ليك كامل هتبدأ تفكر لوحدها وبعد كده هيبدأ فيه تفكر بأسري ده إحنا مش عايزينه يعني طيب بعد الأحداث اللي حصلت آآ عن زواجي عليه بن أبي طالب داني والموقف اللي مصره وسلم وقف فيه آآ مع فاطمة فاطمة كفقته ب آآ أربع هدايا كانت أول هدايا الحسن الحسن وبعدين الحسين وبعدين زينب وبعدين أم كلسوم الحسن اتولد في السنة التانية من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم فرح به جدا جدا وتصدق وزن الشعر وفضة على فقراء المدينة وبعدين السنة التالية كده اللي اللي بعدين على طول تقعد سيدنا الحسين في شعبان من السنة الثالثة من الهجرة فقال بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فتفتح مرحان جدا بالحفيدين دول وكان بيرتح للعب معهم ورؤيتهم وكان بيخرج لملاقات أصحابهم على أكتافه وكان بيلعب معهم كتير وكان يقول اللي يحبهم كأنه حبني أنا وكان يحبهم حبني واللي يبغدهم بيبغدني أنا وكان يخاف عليهم من الحسد جدا لدرجة كان دايما يقول أعيز بكم بكلمات الله التامة من كل شريطان وهمة ومن كل عين اللامة بعد كده ولد ستينة فاطمة بنتي الأولى في السنة الخامسة وسماها زينب أحيانا للسيدة زينب اللي هي بنته أختها أه وأختها وهي كانت بدل بدل سيدة خديجة ليها كانت زي كأنها أم لأنها كانت أصغر وحدة وسيدتنا زينب كانت أكبر وحدة فكانت بتتعامل معك كان بنته وبعدين في السنة السبعة من الهجرة وضعت ابنتها الأخيرة اللي هي مقصوم وكان الرسول عليه وسلم يعني سعيد بهم جدا كانوا بيملقوا حياته بهجة وسرور وكانت آخر واحدة من بناته هي ستينة فاطمة وكانت آخر واحدة توفت بعده بست شهور نقطة الوفاة الرسول عليه وسلم لما دعاها ولما اشتد دعاها ودعاها أن هي تبقى معايا وكده وقال لها وقال لها أن أنا يعني أجلي بدأ أنه هو يقرب وكده بدأت تبكي هو المشهد ده أصار أتباه كل اللي كانوا موجودين في الغرفة ساعتها كانوا قاعدين في غرفة ستين عائشة لأنه استأذن زوجته لأنه هو يمرض في حياته الأخيرة في أيامه الأخيرة في قضة أو في حجرة ستين عائشة فاستدعى الستينة فاطمة فيها جرست جنبه وبكر قريبا منه جدا فكان الكلام بينهم يكاد يكون همس هي كانت بتعيط لما قال لها أنه أجلي راح تبكى طبعا والرسول لا ينطق على الهواء إذا الكلام هيبقى فحيحة فبكت جامد فراح مشاور لها عشان تقرب له أما قال لها بس أنت أول واحدة هتلحق بي يعني أنت أول واحدة هتموت بعدي على طول اتبسطت فرحة لأنها تلقى بسرعة نبقى سيدة نساء الجنة إن شاء الله قبل نقطة الوفاء هي حضرت فتح مكة مع رسول الله وسلم ووزارة قبر أمها سيدة خديجة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عامل على القبر زي قبة مميزة فهم هم راجعين من المدينة إلى مكة عدوا على القبر فأيه داخلين الرحيم بقى يروحوا مكة بقى فهم عدين راحوا زيرين زارة قبر أمها ده شيء يعني مش كتير ينفع يعمل لأنها كانت في الطريق فكان صعب يعني حاسة إن الدينة الإسلامية كله كله حب وحنية وكده يعني مساء الله وسلم ماتت على إيده سيدتنا خديجة وهو مات على إيد ستين عائشة وكان بيدي بناته كلهم حبه وحنان وكده فأي حد بيعمل عكس كده ومش بيقترب رسول الله وسلم فهو يعني مش من الإسلام صراحة يعني الرسول عليه السلام ستو السلام يتعامل معه إلا ما يحبه حتى الكفار كانوا بيحبوه مش بس بيحبوه كانوا يأتمينوه يعني رغم إن هم بيحربوه لما يجي حد فيهم يضطر إنه يسافر أو حاجة ويبع عنده أمانة خايف علينا تقفى البيوت زمان ما كانش محكمة الغلق يعني ولا حاجة كانوا يأتمينوه على أشياءهم الغالية السمينة فتصوري بقى أنت بتأتمن بتأتمن عدوك اللي هو في نظرك أنت عدو تأتمنه لأنه أنت واسق فيه مستأمنه ولأنه صادق يعني شوفي أخلاقه بتخلي حتى أعدقه يلجأوا لي يلجأوا لي صح إنه انبسطت جداً في الحلقة الحلقة خفيفة وبسيطة وجميلة آه فعلاً حابة تقولي بقى عايزين كده يعني كم نقطة اختصاراً كده يعني لكل أب أو كل أب عنده بنات يتعامل معهم إزاي وانا هتكلم عن الأب والزوج لأن زوج لما البنت بتنشأ في علاقة سليمة بين أبوها وأمها حتى لو الأب والأم بينهم مشاكل ياريد ما يبقاش قدام الأولاد لأن ده بيأثر على تكوين السلوك والنفس بتاع الأولاد بس منابه ليه تاني لأن الناس بتنسى سجد أوقف يكون حاصل والست غلطانة الرجل غلطان أي أن كان الزوجة أو الزوجة مش بغلط حد ضد حد لكن عين ملاحظتك عين تعبيرك اللي حتقوله عين اللوم اللي حتقوله لوقت يكونوا فيه يسمح أن أنت تقولها كلمة شديدة قدام أولادها لأن ده بيكسر حاجة بيكسر قيمة فهزي ما قلنا البنت بتتأثر جدا جدا بسلوك الأب مع مامتها ومعهم في البيت إذا كان أب جميل حتتمنى وعلى فكرة البنت لما يكون أبابها كويس وحلو بتتمنى زوج كده فلما بتجوز واحد بتتخيل أنه هيبقى كده فلما بتكتشف أنه مش كده بتتصدم بتتصدم والله الأب بيكون ما يبقى قريب من زوجته وبالتالي من بناته ويلعبهم ويدحكهم ما هدجيش فيك رأب بيكسر قيمة بيطلع الشخصية السوية شخصية متصلحة قبل نفسها حسب قيمتها زي ما نقولنا مش باعة فينش أي كلمتين حلوين يجيبوها فده اللي بوصي به كل رجل ويربي أولاد والولاد على كده أختك في عينك يعني تحطها في عينك مامتك تحطها في عينك النساء في عيون الرجال والرجال في عيون النساء يعني عشان الست تقبل بحب وتراعي بحب وتضحي بحب وتشارك بكل ما تملك بحب لازم أنت تكتبع حب وده أنت بتقول أن أنت الولاية ليك طيب ويبقى أنت عليك أنك تبدأ وأنت عليك بتسن نص القوامة نص القوامة أنك تصفف عليها كويس وأنك تبقى تبقى زي سند ليها القوامة مش أنك تزعق وتمارس قوتك عليها لا تعيقلون كده اللي ينفع أولا نعظيم الأسف شديد أن فيه ناس يوصوا بعضهم كله شدة عليها خليها ما تدلعهاش خليها شديدة آه آه الغاية الوقت اللي بنسمعها اللي هو أو واحد واحد مثلا بيعمل مراته كويس فروح الصح بيقول له يا عم أنت بتعمل كده ليه ده أمها مش عارفة إيه ليه 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 يقوله يا نور الست تجي من ودنها ويجي من عينيه من عينيه يعني يقص في السكنة الكلمتين الحلوين يجيبوها انت جوزها هتبقى امتا تقولها كلاما حلو وبحلال بقى يعني انت قبل ما عايز تتجوز هتقولها كلام حلو الغ頻 ما جوزتها تبطل هقول طول ما هتقولها كلام حلو طول ما انت اخد قلبها واخد عقلها واخد اخلصها واخد ضمرها كله كله هتبقى انت كاسبها وكمان لو انت أب قلها انت حلوة وانت جميلة أنا فخور بيكي أنا مستطن انت بنتي هيقوي جدا في شخصيتي اللي هو حتى لو اتجوزت وكده خلاص أنا عارفة ان بابا ورعي أنا عندي سند أنا عندي أب عشان كده بوصل الأبهات كتير وانا عملت لقاءات كتير مع أبهات دورك فين مع بنتك خدها وخرج بيها لوحدك جيب لها هدية لها خاصة من غير ما يكون ميلادها من غير ما يكون نجحة من غير ما مش لازم أسباب أنا جايب لك ده عشانا عارفت انك بتحب كذا فأنا عايزة هدية كده شاركها في لعبة تديها زي ما قولك وقت تكلمها وتسمعها ولو كد حتى بتقول كلام غلط رد عليها ما قولكش وافق لها على الغلط ولكن برحمة وبحب لما تيجي تأمل حاجة غلط تكلمها بالحسنة ما تشدش عليها لأن تشد دوت انت كده بتخليها تعند أو أول حاجة يا نور مهمة جدا وده اللي بيحصل وده بشوفه بقى كتير جدا والله اللي هترفضوه مني هعمله بس من وراكم هتزابوني وتضربوني عمر الضرب ده كان فيه أبهات بتضرب ولادها اللي درجت بالحزام يضربوا بناتهم أو أولادهم كل اللي رفضوه بيتعمل وأشد منه بس من وراكم فده مش التربية خالص فربنا يا ربي عافينا يا رب أنا مبسطة جدا في الحلقة دي الجميلة وممتعة وكلها كده حب وحنية كده يعني فربنا ينفع بينا يا ربي حربت يا تنت وزعلانا عشان ديات القبل الأخيرة يعني المرة جاة تبقى الأخيرة فحس كده أن أنا في حاجة كانت مهمة هتخلص هنواصل يا نور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا إن لو أي حد عنده مشاركة أو أي حاجة عايز يقولها فيكتبها لنا تحت في الكومنتات وأتمنى لكم كل خير مع السلامة السلام عليكم وعليكم السلام